مرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التواحد في أمريكا موضوعنا اليوم هو كيف تجعل طفلك يتكلم مبكرا أول نصيحة هي لازم يكون لدى الطفل لغة تعبيرية إما التأشير بالأصبع إلى الأشياء أو تعليمه لغة الإشارات العالمية وكنت شرحت لكم عدة فيديوهات كيف هي الطريقة أو طلب احتياجات الطفل بالصور البصرية وكنت شرحت لكم أيضا الكثير من الأمثلة حول طرق تعليم الأطفال بالصور البصرية أو ما تعرف ببيكس يعني بيكتر النصيحة الثانية هو أنه لازم يكون الطفل مدرك لما حوله من أحداث ويفهم كلامكم ثالث نصيحة هو تنظيم وقت مشاهدة الطفل للشاشات ومن الأفضل الجلوس بقرب الطفل أثناء المشاهدة لشرح ما يراه من أحداث مختلفة النصيحة الرابعة تكلم مع الطفل بكثرة حول كل المواضيع النصيحة الخامسة هو أنه لا تضحك على الطفل إذا تكلم بشكل خاطئ لأنه يفهم العكس ويستمر في الخطأ بل يجب تصحيح الخطأ وتكرار الكلمة بشكل واضح وصحيح ليحفظها الطفل كما هي النصيحة السادسة هو لا تقارن طفلك بطفل آخر من حيث النطق فكل طفل لديه قدرات معينة ويبدأون النطق في أوقات مختلفة حتى التوائم النصيحة السابعة هو سرد قصص مصورة للطفل باستعمال لغة الإشارات والكتب لتحسين حصيلته اللغوية وتنظيم أفكاره والتخلص من تكرار الكلام أو ما تعرف بالإيكولاليا النصيحة الثامنة هو إذا كان الطفل بدأ يتكلم جيدا ثم ظهرت التأتأ فجأة فغالبا تكون الأسباب نفسية مثل قدوم أخ جديد أو مشاكل عائلية وفي هذا الموضوع سأعمل دورة أو محاضرة حول التأتأ لأن التأتأ فيها أسباب كثيرة سأذكر الأسباب وطرق تعامل مع هذه الحالة بالذات النصيحة التاسعة هو معرفة سبب عدم نطق طفلك مهم جدا قبل تنمية مهاراته أي أسئلة أكتبوها في التعليقات لنجيب عليها إما في الفيديوهات القادمة إن شاء الله أو عبر البت المباشر الأسبوعي ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ونهاركم مبارك ترجمة نانسي قنقر